مجددا المد الأحمر يغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا الذي أجري أمس بالقاهرة بين نادي الوداد البيضاوي والأهل المصرية تفاعل رواد مواقع التواصل ذهب في كل الاتجاهات مع وسمي الوداد والأهلي العديد من مستخدمي المنصات التواصلية عادوا من الطرفين للحديث عن أخطاء تحكيمية للحكم الليبي سمير الشلماني تلقى نقدا لاذعا لما وصفه الطرفان بأخطاء غيرت مسار المباراة العديد من المستخدمين المغاربة انتقدوا أيضا ما وصفها أخطاء ارتكبها مدرب الوداد لم تمنع في المقابل بعودة الفريق بهدف من أرض الكنانة مباراة الوداد الأهلي عرفت مجددا تلاسنا على المنصات التواصلية بين مشجعي الأهلي والزمالك المصريين ففيما عبر مشجع الأهلي عن فرحتهم بالفوز لهدفين لواحد انتقدوا مجددا تشجيع الزمال كوية لنادي الوداد وعلى السوش الميديا مديح من جمهور زمالك لجماهير الوداد إذ نشر أحد المستخدمين فيديو لمشجعي القلع الحمراء وقفين يرددون كصوت رجل واحد عبارة سير الشهيرة مع تعليق جمهور الوداد يبدع ليرد عليه مشجع مصري آخر بالتوفيق لوداد الأمة ويبقى الاعتداء على لاعبي وجمهور الوداد من الأنباء والصور والفيديوهات التي تم تدولها بشكل كبير على شبكات تواصل إذ قام الجمهور برشق اللاعب المغاربة خلال خروجهم من الملعب بقوارير المياه كما انتشر على نطاق واسع فيديو اعتداء مجموعة من الجماهير على اللاعب المغربي حميد أحداد لعب الزمالك السابق ولعب الوداد حاليا الذي لم يكن مشاركا في المباراة المدونون والمغردون من جنسيات مختلفة استنكروا هذه المشاهد الخالية من الروح الرياضية أحدهم علق بالقول ونعم الأشقاء آخر كتب تدوينة نذكر فيها بكرم ضيافة المغرب للأهل وجماهره في كأس العالم للأندية كما صدر للسنكار أيضا من رواد مواقع التواصل المصريين غرد أحدهم قائلا التعدي على حميد أحداد وبعض من جمهور الوداد بعد المباراة مشهد مؤسف وأضاف لا يجب التعامل بهذا الأسلوب مع أشقائنا فيما دون مصريون كثر من مشجعي الأهل قائلين إن من قاموا بهذه الأفعال ليسوا من مشجعي الفريق وإنما كانوا مندسين وتوقع أجمل وأحكم التغريدات وتدوينات عن هذه الحادثة المؤسفة لمغاربة دعوا إلى الضبط النفس وعدم الانزلق إلى مثل هذه المشاهد في مباراة الإياب بالدار البيضانة